السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عبد السلام احييكم واقدم لكم النهاردة شرح جديد من شرحات مواقع الربح من الانترنت كما سبق على القناة شرحنا موقع وهو موقع برو بوكس احدى مواقع شركات البي دي سي الضغط على الاعلانات او الربح من الضغط على الاعلانات النهاردة هنكمل مسيراتنا في شركات البي دي سي هنكمل النهاردة والنهاردة ان شاء الله هنشرح شرح شامل جدا جدا لموقع نيوبوكس هو من احدى اوضل مواقع شركات البي دي سي الربح من الضغط على الاعلانات كما يحلل العرب ان نيوبوكس هو احد اشهر مواقع الربح من الانترنت انطلق هذا الموقع في العمل يوم 34008 وهو مؤسسة من جنسية برتغالية يحتوي الموقع على سيكريبت قوي له مميزات كثيرة يتمتع بحماية قوية وترخيص قوي وهو احدى المواقع المضمونة والموثوق بها جدا 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 انا يعني بتعامل مع الموقع وهو يعني انا كسبت منه كذا مرة يعني من المواقع المضمونة جدا وان شاء الله هنشرح ونشوف ومشان عند الشرح ده النهاردة يعني لدينا شروحات تانية على الموقع ده وهنعرف كل شيء بالتوصيل فيه هنبدأ النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ في التسجيل معانا قدان نضغط الصفحة للتسجيل كل الرابط ان شاء الله هزيبها تحت الفيديو عشان ايه؟ نيبقى متنبير مع بعض نبدأ مع رابطة للتسجيل ممكن اول حاجة هنفتح الصفحة اللي قدان نضغط من خلال الرابط اللي احنا تحت الفيديو هنضغط على ريجستري ناو اما الايكونة ديت او الايكونة دي اللي فوق دي او دي هنبدأ نضغط مع بعض كده وهنسجل مع بعض اول حاجة هنكتب اليوزر نين بتاعنا الاسم التعقو اليوزر على طول اي اسم التعقو بس من غير فواصل ولا اي حاجة يعني على طول كده تمام تانية حاجة الباسورد تالت حاجة هنعيد الباسورد تاني يجب ان يكون الباسورد قوي مكون من تمن ارقام يعني يما فوضي قوم من حروف وارقام عشين يكون كوي حد الشي اقدر يعرفه هكتب الايميل بتاعنا اللي هنسجل به الايميل الالكتروني بتاعنا سواء اياهو سواء جيميل اي بريد تالت حاجة دي النقطة المهمة جدا انت لو عندك حساب على البنوك الالكترونية سواء بايبال او بيزا هتحط هنا البريد اللي انت مسجل فيه على البنوك دي طبعا لو انا ما عندنا اه مشتركين في البنوك ديت طب واحد يقول لي ايه لازمة البنوك ديت علشان تحول الرصيب بتاعك اللي من الموقع تحوله على البنوك دي او لو حبيت تستثمر فلوس من على الموقع ممكن تاخدها من البنوك دي فطبعا لازم تحط الرابط البنك بتاعك حين تحول الفلوس السابع على البنوك لو ما عندكش ممكن تحط الرابط اي رابط دلوقتي مؤقت وبعد كده تسجل في اي بانك وتحط الرابط بعدين تمام اه منقطة هنا نحط السنة الملاد بتاعتنا هنا هنكتب كود الكاملشة اللي موجود ده بالضبط بعد كده هنعلم على المصطح هنا وهنكتب كونتينيو هنكمل بعد كده هنضغط التواصل او كونتينيو بعد كده هنظهل لنا صفحة يقول لنا تم ارسال كود على البريد الدكتروني طبعا هيحصل كود اثنين مراتين اثنين كود على الاميل هنرى اثنين 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 مثل هنبتسي قدسي بكودي اثنين المحرطين اثنين مع بعض القيود هنخذ نسخ كوباء الاثنين اثنين اثنين قدسي بكودي اثنين نسخها و بعد كده اذهب الاميل التاني التاني بموقع اثنين كونتين هن نحن مراتين كود الإيميل اللي سجلنا بيه وكود البنك. هنضعهم. نخدهم كوبي. هنمسكهم ونضعهم ونكمل عليه. بعد كده هيفتح معنا الإيميل بالشكل اللي انا شايفينه ده. طبعا انا مسجل في الموقع قبل كده. طبعا دخلت على الصفحة بتاعتها على طول مباشرة بعد التسجيل. انتم طبعا بعدما تسجلوا معايا وتكتبوا الاكواب بتاعكم. هيفتح الموقع ده زا ما انتم شايفينه هنبدأ بقى نشرح كل حاجة بالتفصيل بالموقع علشان نكون على صورة واضحة. ونكون على وضوح تام على الموقع. نشرح القوان بتاعته ويحتو التحكم. والاعلانات بتاعته. هنبدأ باسم اللي اروح نحن. هنبدأ هنشرح الموقع. طبعا ده الواجهة بتاعتنا بتاع الموقع. هنبدأ اول حاجة يعني اللي يخطر في بالك اللي هو الاعلانات. فين الاعلانات اللي انا ضغطها لها. طبعا انا ضغط على جامع اعلانات طبعا شايفين على علامة السهم. ده الاعلانات بتاعتك. طبعا لو في اعلانات موجودة وظهرة تظهر جنبها هنا ثلاثة الوان. ثلاثة الوان باعلوان مختلفة سوال بنفسجي او الاصفر او اللغضة. هوادقوا يعني هتظهر ده الاعلانات بتاعتنا بس دبعا دية الاعلانات لاني مش مستجلة. انا هوادقوا طبعا بشكل تاني. هنضع فيو. عشان نشوف الاعلان بتاعتنا. طبعا دي الاعلانات طبعا انا ضغط عليها. كل ما ضغط عليها بتظهر باللول اسمر. قبل كده هتبقى باللون. هتبقى باللون دي. بنفسجي. اقدر برطقال. طبعا الاعلانات اول حاجة. الاعلانات اللي فوق ديت. دي اعلانات ثبتة. تغير كل 24 ساعة. واسعارها ثبتة. السعر اللي بيقى المكتوب تحت هنا. طبعا لان انا اتبطى لاجبات الاعلانات في السعر ايه. طبعا انا اعمل شرح تاني الموقع. ويكون الاعلانات ظهر بيه بتحتي. تمام. ديت اعلانات ثبتة. ويتغير كل 24 ساعة. وهي سعرها يعني سفر اه فصل سفر اه واحد او سفر اه نقطة سفر واحد سنت. تمام. ديت اعلانات متغيرة. الميكرو ديت اللي هي باللون الاخدر ديت اعلانات متغيرة. تغير كل الان وقت اللي بتغير. فانت ترحقها فانت تضع لها. تمام. هنا الاعلانات ديت اعلانات ثابتة. يعني مفروض لك اربع اعلانات اللي عدوها العادية لك اربع اعلانات يوميا. اربع اعلانات في اليوم. سعرهم ثابت. هم سبتين. تمام. طبعا احنا لو ضغطنا على اعلان مثلا. على شان نشوف فانت تعمل ازاي. طبعا اول حاجة هنضغط على اعلان. ضغطه واحد الاول. هذر نقطة حمرة. هنضغط على نقطة الحمر دية. يعني ايضغر. هنضغط على نقطة واحدة. اذا ما شايفين كده ضغطة واحدة. هنضغط على نقطة الحمر وضغطه فانت فربطه كمان. هيفتحينا في صفحة تانية. تمام? طبعا انا هنا ضغطت على اعلان. فب غير يمكن كمته. طبعا ان ما دقلش هيظهر هنا عدل هيستنى الحد اما يكمل التلات ثوانة والخمس ثواني بتاع الاعلان يقول له تمت اضافة الراسل لحسابك طبعا كل اعلان ليه مدة معينة وليه سعر محدد طبعا بس جميع الاعلانات كلها خمس ثواني وفي اسعار سابتة في اسعار متغيرة على حسب كل اعلان في الموقع تمام تمام تابعا هذه الاعلان كما انا شدنا تمامة تانيه هنا المهمات اول حاجة هنالغطها معنا مع بعض دي المهمات اما نتخلص مهمة بتاخد عليها الرصيب تابعا يقول لك إذا كنت أكمل هذه المهمة ستكون ٢٢ سأكمل سجل في الموقع أو نزل برنامج ستكون ٣١ هذه كلها اشتراكات والتسجيلات والعناقات الثاني نقطة هي الـ Coins هذه من بعض المهمات التي نخلصها ونضعها في النقاط كل مهمة تقلص بالنقاط على العلل وكل نقاط تدع تغيرهم مثلا كل ٥٠٠ نقطة يمكنك تحولهم بـ ٥٠ دلار وكلما تزيد على النقاط كلما تزيد أرباحات على الموقع هنا تغير الفيديو لو تشاهد الإعلام بتاع الفيديو تغير الفيديو هنا يمكنك تغير من القواهم في الجنب كلها مهمات على حسب النوع ممكن تغير كلها مهمات وذي تفعل أرباحات كل يوم يوميا ممكن تتخلص المهمات وتغير رسيب بتاعها كما ترون كلها مهمات وفيديو لو فيديو يظهر قدامك فتفتح الفيديو وتتفرج عليه وتخلص ثلاث سينة أو الرسيب تمام؟ هنكمل مع بعض المهمات المهمات بتاع الوظيفة هذا أيضا لو عندك المهمات بديك أسئلة وتجاوب عليها بس تهتم جدا باللغة الإنجليزية أكثر لو انت مش عارف حاجة في اللغة الإنجليزية ممكن تستخدم ترجمة جوجل علشان تفهم أكثر في الموقع هنا الشات شات على الموقع بس طبعا الشات ما يفتح إلا بعد 250 دقطة عن الإعنام بتاعتك يوميا يعني 250 من أول ما سجلت يعني لازم تكمل 250 دقطة عن هدخل الشات طبعا دي المنتدى المنتدى من أهم الحاجات اللي على الموقع علشان تقدر تفهم كل حاجة على الموقع طبعا المنتدى هناك منتدى اللغة العربية موجود تحت خالص منتدى اللغة العربية طبعا المنتدى جميل جدا أنا دائما أتبعي كل يوم علشان لو أنا مش عارف أي حاجة بقوم كتبها في سؤال أو بكتبها في تعليق علشان الناس يروض عني و الأعضاء يروض عني وفهم وبتعرف كل حاجة يعني هتعرف كل حاجة انت مش عارف على الموقع ممكن تكتبها بتعليق وطبعا لو انت نشاطك عالي جدا في المنتدى فدي بيتزود من أرباحك وبيتزود من الرسيل بتاعك وبيتزود من أعناب بتاعتك طبعا هناك حاجات كثيرة جدا في المنتدى ممكن تعرفها وتفهم وطبعا وتفهمها يعني زي الفيرس الجامعة لكل المواضيع في كل حاجة انت عاوز تعرفها كما انتم شايفين قدامنا كل حاجة دورة المنتدى وشرحها كلها على الموقع والأسئلة الشائعة وكيف ترفع صورة للجوروب كل حاجة كل حاجة عاوز تعرفها تلاقي موجودة في المنتدى وعاوز تعرف أي حاجة باشفهم ممكن تعرف تعليق كما انتم شايفين كده حاجات كثيرة جدا 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 وخاصة بالبنوك وكيف تفعل البنوك وكل حاجة يعني زي ما انتم شايفين كما انتم شايفين يعني حاجات انت ما عرفتها بكده ممكن تعرفها من خلال المنتدى ودور تفهمها ودور الناس تساعدت فيها نكمل نكمل الشرحة بتاعنا طبعا عرفنا هنا الأسئلة هنا الأسئلة هنا تغير اللغة تمام الليفل ده اللي هو شكاوت ممكن تعرف الحساب مواققا هنا تعمل تسجيل خروب هنا العلمت الزائد ديت لو انت عاوز اترابك العدودك لو انت عاوز اترابك العدودة بتاعتك لو انت شايفين دلوقتي لو انت عاوز تغيرها العضوية جولدن طبعا بس ده بفلوس تمام هنا 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 النوعية بتاعتك اللي هو عادي هنا الرابط بتاعك العلمة ديت تداد الرابط بتاعك اللي انت اهم اهم حاجة في الموقع الرابط ده اللي انت هتبعثه للناس اللي هتسجل تحتك وتأخذ عليهم دولارات كتير جدا ثم يعني هتبعثه ازاي ممكن تبعثه من خلال الشبكات التواصل الاجتماعية سواء على الفيس سواء على جوجل سواء على تويتر تقدر تواصل معهم وتسجل عن طريق الرابط بتاعك وتكسب اعضاء مباشرين من خلالك يضغطوا الاعلام بتاعتك انت مش موجود او يضغطوا الاعلام بتاعتك وبذلك انت متزود الاعضاء بتاعتك هذا الرابط بتاعك سيسجل تحتك وكل واحد يسجل تحته فانت بتزود من رصيدك انا طبعا انا طبعا ستسجلك الرابط بتاعك تسجله تحتي وده الرابط اللي انت هتسجله به تمام ابعت الرابط ده لجميع اصدقائك اما تقفش ابعت الرابط ده لجميع اصدقائك قوله ده موقع ربحي ومضمون جدا جدا فخش سجل معي وضح الاعلامات وهتكسب من خلال الاعلامات دي تمام هنا انا علامة المهتاح ده اللي هو التغيير ده بتاعتك ويعدادة ضبط بتاعتك بتاع موقع هنا الايميل انت سجلت بيه هنا ادريس الكثير على موقع او البنك بيزا اللي انت حادته هنا البيبال وتبعا بيتغير فبال ساعات داتة بعد 24 ساعة من كتابة ال pray tal تمام زو ما انتم شايفين ده ده كل حاجه في الاعدادات تحتك ممكن تتغير بها زو ما تعاوز ممكن تحط على صورة هنا هي الأحصائيات هذه الصفحة جدا من الأهم ما يمكن لكي تعرف انت في حالة ربح او حالة خسارة من الموقع وتعرف انت ماشي صح ودغطت كما بغطت اليوم وربحت قد ايه وتعرف انت ماشي صح ولا ماشي غلط هنا الأعضاء هنا العلامة هي الناس الذين اجرتهم الفلوس من على الموقع طبعا انا اجر ناس كثيرا انا اجر ناس لكي يضغطوا الاعلام وطبعا تمنتوا شايفين كده المعدل بتاعهم قد ايه وبدغطوا كما مضغطة في اليوم كل حاجة دول اسمهم الريبل المؤجر اللي انت بتشتريهم بفلوس وانت بتفوز طبعا الريبل الواحد بعشرين سنت وبتكسب من وراء ربعين سنت يعني انت بتقجره بعشرين وبتكسب اربعين اربعين سنتين تغير الريبل الواحد ولو عندك ريبل الريكاسلان او نشيط ممكن تبدله بتعمل عاية من الريسكل او تغيره بسبعة سنت وكانت نسيط او تسيبوا المدة اربعة اتشار يوم ويتغير توقيع مجانا والشيء كلها موجودة في المنتدى ممكن تعرفها أكثر وأكثر وأنا إن شاء الله سأقوم بشرحة ثانية لكي أفهم كل شيء عن اللوحة سأعود درسي الوحدة إن شاء الله لكي درس ما تقولش مني هنا الرصيد بتاعك الرصيد بتاعك اللي على الموقع أنا جمعت 2 دولار 887 سنت طبعاً لو اللون بالضبط يبقى لسه معدل السحب يستمجاش لو لقيتوا باللون الأصفر يبقى السحب المبلغ تم المعدل الأدنى يعني جاء المعدل السحب أدنى معدل في السحب هو 2 دولار ويزيد 1 دولار على كل سحبة يعني هذه القيمة يعني 2 دولار يزيد تكليف الدولار لكل عملية سحب لقيمة السبيدة وهي 10 دولار بعد ذلك يكون الحد الأدنى للسحب هو 10 دولار دائماً هنكمل مع بع الصفحة الصفحة جيد لو عاوز ترقي العجوبة هنا الإعلان لو عاوز تنشر إعلان على الموقع هنا لو عاوز تأجر ريبر مؤجر طبعاً أنا أجرت قبل كده فلازم أن يعدي أسبوع عشان أجر تاني لازم يعدي سبع تيام عشان أجر تاني تمام؟ هنا السحب يرق هنا لسه ما جايش لحد الأدنى للسحب لسه هنا السحب تاريخ الأجواء بتاعتي هنا ستعدي 53 الرينتد للأشخاص المؤجرين الرينتد 53 على الضغطات بتاحتي هنا أدغطتها الريفر الضغطات الريفر هنا الرصيد اثنين دوار الرينتد رصيد التأجير ممكن تتحول رصيد التأجير الآن تأجر بأشخاص يضغطها الأعلان بتاحتك هنا الريكيبت اللي أنا سحبته على الموقع اثنين دولار سحبته على الموقع الديريكت ده المشترات بتاعتي ثلاثة دولار هذا النقاط اللي أنا جمعتها من المهام وهنا اثنين وستين برضو جمعتهم والمهام هذا المينيجوب الاربعين سنت اللي جمعتهم من مهمات المينيجوب ووظائف تمام؟ هنا المعدل دغطات وطبعا اللوحة مهمة جدا لكي تعرف انت ليس صح ووضغط فوقت السيرفر الأعنات هي وقت محدد دغطات فيها الأعنات البرتقالية هي وقت محدد أما جميع الأعنات اللغدر والزرق ممكن في أي وقت في اليوم أما الأعنات البرتقالية يتحدد وقت أما انت سجدت في الموقع هنكمل مع بعض هنا هنا استفعت هذا الرئاسية تمام؟ هنا هي اللافتات والراب adjusting وطبع اللافتات والمراب والرابط والرابط والمجاعة والرابط يتسجل نكمل مع بعض. الاعدادات. هنا اصبحت الاعلانات لو انت عاوز تعمل اعلان على الموقع ولا حاجة. تمام? هنا اشخاص المباشرين. اللي سجلوه تحتك مباشرة بخلال رابط انت بعدتهم. الاشخاص المستأجرين. انت استأجرتهم بفلوس. تمام? هنا الاستوري. الان انت عملتها كلها على الموقع. زي ما انتم شايفين. هنا انا هاوروكم لانا يعني حاجات جميلة جدا جدا. اللوجن الخروب. طبعا فيه حاجة مهمة انت اقول لكم لعبة اسمها لعبة الاتبرايز. لعبة الاتبرايز ديت كلما انت اعلانات يديك 3 اعلان الاتبرايز. يعني عندك مثلا 20 اعلان اضرب 3 في 20. بستين اعلان. بستين تقطة. بستين تقطة. بستين تقطة اطبرايز. يعني هذه لعبة لعبة حظ. بس لعبة جميلة جدا وممكن تكسب فيها حاجات كتير جدا. يعني الاتبرايز يبدو. ايه ابرنا مرة خالص خمسة وعشر سنت. اخرى حاجة 25 سنت. اخرى حاجة 25 سنت. شوف. يعني خلال يوم او يوم بكسب فيه ما شاء الله علي ما شاء الله ما شاء الله حاجة تفرحيه وين ايضا تكسب اثنين دولار شوف انت ممكن تكسب حتى خمسين دولار من اللعبة وممكن تكسب أكثر حاجة ألف كوينتس ممكن تطلع مقهى حظ وتكسب عضوية ذهبية او عضوية جولدية انت وحظك بقى ده بي اعتمد على نشاطك واستمرك في الموقع ونشاطك المستمر ودهولك على الموقع وممكن تكسب عليه اي حاجة انت مش فهم ممكن تكتبه في التعليق على الفيديو والله العظيم يا جدعان الموقع ده جميل جدا عن تجربة شخصية وموقع جميل جدا يعني ما يجملهش الخبيرة والله اللي همنا المكتلائي اللي لسه عاوز يعني يربع من عن نت ويكسب تلوس من عن نت وممكن يبدأ مشهور من الموقع ده ويبدأ اخذ تجربة على الموقع تجربة سهلة جدا ومفيدة طبعا في اعلان ظهر دلوقتي هنشوفه مع بعض علشان نعرف برده ونكون على صورة واضحة زم ما انتم شايفين دلوقتي اعلان ظهر باللون الازرق اول حاجة هنضغط عليه ضغطة واحدة هيظهر النون الأحمر هنضغط عليه ضغطة كمان هيفتح لنا صفحة تانية هنسيبها لحد ما تكمل زمان تشايفين كده هتكمل عدد بتاعته اللي هو خمس ثواني هنستنى الخمس ثواني اهو زمان تشايفين بيكمل عدد خمس ثواني ويقول لك تم ادافة الرصيد يقول لك تمت ادافة الرصيد هنستنى الخمس ثواني انه غير موبول ما يكمل عافوا ان نت يعني مضي شوية حبيتين كده اكمل او جاب لك علامة الصح هقول لك تمت ادافة الرصيد لي حسابك هنستنى خلوز هنفلم هنا او ممكن ان يفلم هنا عاية فيه خلاص تمت ادافة الرصيد لي حسابك بعد ما دفقت هيظهر هيظهر معنا 3 اعلانات ادبرايفز هيظهر معنا ثلاثة اعدانات البرائج. هيظر معنا ثلاثة اعدانات البرائج تمام? بس في مشكلة هنا في النت. ماشي تمام? كده عرفنا بعض الحاجات اللي على الموقع. وعرفنا كل شيء وكل نقطة على الموقع. كما شرحت على الفيديو يعني او في الشرح. اي حاجة اي حاجة مني انت مش فهمينها يعني ممكن تكتبها بتعالية تحت الفيديو. وانا معاقف اي وقت وهكون تحت امروك في اي حاجة واي حاجة هيا الفيديو. او الله يعني اي او الله pandemic shutdown museum. يعني الموقع يدعم البلوك الثلاثة اللي هو by � muitos قيمة الحد الأدنى 2$ في عملية السحب الأولى هذه القيمة سوف تزيد تخليف دولار لكل عملية السحب حتى تصل إلى قيمة السابقة وهي 10$ يكون الحد الأدنى للسحب والخلاصة الهامة جدا أن الموقع هذا يعني موقع عمل جاد للجادين وبسيط لمتبعي الإعلانات وبهذا ان شاء الله أخذ فرحي اللي ستمني أن ينال إعجابكم وياريت تسجلوا في الموقع من الرابط اللي هتسيبه تحت الفيديو وتنبقوا الرابط أخرى لبعض الشروحات على القناة وأشكركم ردا على حسن الاستماع كان معكم أخوكم محمد عبدالسلام في رعاية الله أقبلوا جميع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر